اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الكرة تفعلها وهو أحد المواقف الاجتماعية لما نصادف ناس تكون أفكارها ومبادئها وطريقة تفكيرها مختلفة عننا كل الاختلاف أكيد طبعا طراد وللأسف أنه بيصير كثير معنا بعض هذه المواقف اللي ممكن تأثر على حياتنا وممكن تكون لفترة من اللحظات فترات عابرة تكون في حياتنا وبعض الأحيان ممكن تستمر معنا هذه الفترات لمدة طويلة جدا فنتطر هنا أنه نحاول نتكيف مع الوضع الجديد اللي ممكن يمر علينا في حياتنا طبعا هذا طبعا سؤالنا اللي كان بالأمس في تويتر بالضبط كان تحديدا ليش أو لنفترض تحديدا أنه أكثر شخص ما تقدر تتعامل معه أصبح مديرك في العمل كيف راح تتعامل مع هذا الشخص نروح نشوف أول الردود من زوز الزهراني تقول أتصرف معه زي ما هو وأتكلم معه بكل بساطة وإذا انتهى الدوام أستقلم منه وأخرج يصعد مساكم أحلى الأمياء والطراد حلو والله يزوز دين الطريق تقول عادي أهتم في شغلي وأفصل الحياة العملية وعن الحياة الشخصية يا سلام وأحاول قد ما أقدر أن أكون مركزة في شغلي عشان ما أتواجه معه مساكم عسل ومساك يا دينا نروح للوجين تقول بشكل رسمي بالنهاية يجب فصل العلاقات الخارجية عن بيئة العمل يعني العمل مو مجال أني أتشرط مع مين أتعامل وهنا تكمن مهارة الشخص لا 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 درر وفا مساكم جميل تقول أكون صريحة معاه الاحترام بالكلامي اللي يقوله وتحياتي لكم لولو أطراد لديك يا وفا ديقناش تقول أفكر على وظيفة ثانية عبل ما أجربها وأستغفر ربي وأسايسها والله زودت حالها زودت حالها وسوت الأخت أنه فيها على طول أروح على الوظيفة الثانية هي قالت إن صار بس حلوة يعني مجاهزة نفسها حمسة براءة تقول تصرفاتي أكون مع الشخص صريح هذا أول أنه أخيرا راح أقول الصراحة أنه أنا ما أعرف تصرفاتك أكلمه أنه يعدل من تصرفاته وبنفس الوقت ما يزعل من كلامي طب ليش فرضت أنه تصرفاته ستكون سهلة نحن قلنا سيكون مدير بس هذا لا يعني أنه سيختلف صحيح مريم تقول ستعامل بطريقة رسمية محترمة في هذاك وابتسامتي على وجهي لأنه بمكان عملي وأتكلم عن المديرة عند الموظفات أنها راقية في التعامل هذا اسمه نفاق يا مريم هذا نفاق فيه نفاق محمود أيها أو ممدوح يعني مو قصدي اسم قصدي أيها محمود قصدك لم تصبطه أنا أتمصلح معه عشان يعطيني منصب مدير الشركة أنت بنت راضي تفهموا في الحياة العادية عشان أديك منصب مدير الشركة يعني سراحة بيشوف كثير من النفاق في بعض الردود بس النهاية يعني رح نزعل كثير أنه الشخص الوحيد اللي ممكن يكون في العمل معنا هو الشخص الوحيد اللي ممكن ما نتفق معه فجأة يصير مديرك طبعا أنا أقولك حاجة خليني نتكلم على نقطة النفاق والمجاملة وبعدين نرجع نتكلم على أساس الموضوع طبعا عشان نبدأ نفصل أنا بالنسبة لي أوقات ما نعتبره أنا بالنسبة لي ما أعتبره نفاق أو قاتل كلمة يعني أعتبره كلمة طيبة أو حتى مجارة لأنه في بعض الشخصيات في حياتنا ما نقدر أنه إحنا نواجههم بالحقيقة شخصياتهم فيه فيه اختلاف فكري يعني يعني هو من بيئة مختلفة هو تربى بطريقة مختلفة هو عنده معتقدات مختلفة فيا أنها تتكامل يا أنه بلاش من المجارة هذه لأنه ما منها فائدة وحتسب بمشاكل فأنا عشان أكتفي شر اللي قدامي بالنسبة لي حتى لو كان هو صح وانا غلط أكتفي شر المواجهة أقوم إذا ما يقوله بالعامي أسلك حالا بس في النهاية صد اقتراضي تختلف باختلاف الشخصيات يعني أنا أتوقع أنه كان ممكن تكون أغلب الردود أنه أنا راح أستقيل وأترك العمل إذا أنا ماني مرتاح في المكان أو البيئة اللي أنا قاعدة أشتغل فيها سوأ أنا في النهاية مرح أنتج لأنني بكون مضايقة فيه توتر فيه سترس في نفس المكان اللي أنا بشتغل فيه خصوصا لا ننسى أنه أوقات الدوام بنقضي أوقات طويلة فيها أكثر ما بنقضيها بالبيت يعني البيت نخليه لثلث الوقت للجلوس مع الأهل والثلث للنام وثلثة الثالثة للدوام يعني يوم طويل فإذا أنت حتكون في مكان ما أنت متوتر فيه كثير سو لش تنافق أو لش تقول كلام زي ما بتقول أنه الكلام الطيب أو الكلام ما أنت مجموعة ممكن تسكت على حسب الشخصية إذا كان شخصية مثلا مسالمة ممكن يسكت ويقعد في مكانه وما يسوي شيء ولا يتكلم معه ولا يحاول أنه يكون في بينهم أي مواجهات فإذا كان شخصية ما تتحمل أو عصبية صدقني ما رح يكمل ورح يتعب ورح على طول يقدم استقالته وربي يرزقه إن شاء الله بالنهاية وفي الأخير هي مراحل فصل وفي الأخير مكان عمل نحن نكمل ردود ونجد أن نقطة أستقل أو لا أستقل عهد ماذا تقول؟ ويلة الاستقالة يا ولد وتحياتي لكم الله عليك يا عهد الله عليك يا عهد حنتكلم تذكرين عهد قالت لا أستقال عشان نفتكر عائشة العامر تقول تصرفاتي ما تكون عادية ولا راح أبين له أني ما أقدر أتصرف معاه وأتحمله لكن إذا صارت مشكلة قوية بيننا أستقيل وأكفي خيري من شرقه الحين طلعت الاستقالات ما شاء الله أي ميدوش تقول هتحامل معاه عادي إذا ما صارت مشاكل وقدرت أتحمل هكمل أما إذا صار عكس كده هسعب عليه وعلى شو قلو الله أكبر والله سحبان سحبان عندهم مشكلة لينا حاتم يا بوي هذا باب رزق لكم توقفوه عشان خطر لينا حاتم تقول أولا مستحيل استقيل عشان شخص الله الله أنا أحب الناس المواجهة اثنين ثانيا ما خلصنا على فكرة غيرته ثانيا لازم الواحد يكيف المكان أو يتكيف المكان عشان يناسبه لو نظرنا بإيجابية رح نستمر رغم الصعاب يا أنا يا هو هذه الروح اللي أنا حقا هذه الشخصية القوية والله فعليا عشقه هذه الروح نوري اشتقول حقرت من الشغل بدون تفكير أهم شي راح تبالي ربنا يعوضنا هذا الكلام اللي قلت حلو يا نوري أحمد المحسين يقول لها بكون إنسان عادي معاه بتكون تصرفاتي عادية تماما لكن إن حسيت أنه يكرهني بسحب عليه وما راح أتعامل معاه وبخليه بحاله يا أحمد استقالة عيني أو اللي شنو أيوة بلفة هذه الشهري اشتقول أول شي راح أتكلم معاه بكل طيبة ولا كأنه بيني وبينها شي بس طبعا لما تقل أدبها معاي راح أستقيل ما وكفت الدنيا عليها حلو على فكرة في نظام عمل وعمال في أنظمة في حقوق لنا مو بس كل شي علينا فترى فيه فيه أمور مرة كثيرة بعيدا عن كل هذه القوانين أنا جاء في بالي حاجة توقعت لك الناس تقول يعني شفنا ناس يعني في الرصف الأول ما كان فيه ناس بتستقيل الناس اللي بتستقيل أعتقد والله أعلم اللي ما ذكروا أسباب قد يكون منهم كبرياءهم ما يسمح لهم أي لأنه صح أنا لما أتعامل مع شخص شوية هذه واحدة من الحاجات اللي أعتقد أنك قد تكون ضعيفة للشخص ما أقدر ما أتعامل معه أنه هو مديري ما أقدر أتحمل هنا إذن أنت ما أنت قادر توزن بين الحياة الشخصية والحياة العملية لازم تفصل ما بينهم هذه المشكلة الكبرياء وقاتي بديره في دهيا صحيح طراد بس للأسف أنه في بعض المدراء ممكن يستغلوا هذه الفرصة بصالحهم وزي ما شفنا في بعض الردود اللي كانت على سؤالنا لما كان مديرك لو مديرك كان روبوت قالوا حلو وأيدوا الموضوع لأنه ممكن أنه ما يكون يعني مدير ممكن ينغس عليهم كل شوية نفسيات يكونوا نفسيات يعني جاي مضارب من البيت جاي على الشركة ممكن يطلع كل حرته في الشركة على الموظفين والموظفات يعني في النهاية صادقة أقول لك حاجة أنت تعرف أنه في مدراء ماشيين على النظام فرق تسد يس عشان إيش لا وإيش 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 ليتنافسوا عشان إيش الشركة تطلعوا يتنافسوا لا حبيبي غلط صح مو مع كل الشخصيات لأنه طريقة فرق تسد هذه أنت ممكن تستمر لفترة معينة لكن ما حتنجز واحد اثنين لو أنت عملت بينهم مشاكل عشان تخليهم من تنافسوا مو كلهم حجابوا معاك لأنه في البعض حيعتبرها تحطيم وهذا يعني ظلم لهم وظلم في الأول والأخير لك أنت كشخص حرام أنك أنت تعمل هذا الشي فكمدراء يعني إحنا ما بنحط عليكم بس يعني هذا واقع بينيش تحية للمدراء المنصفين صحيح وأنا صراحة مرة أشيد بالمقول اللي قلتها قبل كم يوم عن أنه خافوا الله في موظفينكم أو في التعامل خصوصا لمناصبهم جدا عالية تكون عندهم مسؤولية جدا كبيرة لازم يكونوا منصفين جدا في شغلهم وبالتفريق بين الشغل والحياة الزوجية أو الحياة اللي عايشينا في حياتهم كملوا نقاش في الفاصل لأنه حقيقة نباكم تخوضوا في هذه التجربة الفكرية بينكم وبين نفسكم أنكم تتخيلوا لو كان الشخص اللي ما تحب تتعامل أو ما تقدر تتعامل معه صار مديرك في يوم والأيام إيش رح تسوي أنا صراحة رح أستقيل بس خلنا نطلع فاصل لم يأتوقعتك ولا تكون أنا لا لا أنا ما أقدر أنافق ولا أقدر أجامل في حياتي أبدا فما رح أقدر خلاصي أنا أقدر أنافق لا ممكن تقدر تجامل طرق بس أنا ما أقدر الله عليك الله عليك ضبطتها عموما صح عليك بعد الفاصل ستكون في ساعة شباب راجعين لا تروحوا بعيد ضيوفنا على على الاجتهاد والتطوير في المجال اللي هم فيه هنعرف المراحل اللي يعني بدأوا منها إلى أن وصلوا لمرحلة جدا جميلة مع أكيد ريان بيوم حياك الله وأيضا جلال حسنين حياك سيدي في ساعة شباب هنتعرف الآن على مشروعكم حياك بس أول حاجة أمركم طيبة مصطيبين خير الله الحمد لله طب رح أبدأ معك ريان وتقول لي عن بداياتكم كانت عن طريق تموين الحفلات والمناسبات والإيفنتات الخاصة فكيف تطور المشروع وقدرتوا أنكم توصلوا وتتوسعوا في هذا المجال بشكل أكبر طيب أول شيء أهلا صحلة بالسادة الحضور بالسادة المشاهدين أكيدوا بيكم إحنا أول ما بدأنا كانت يعني فكرة كانت موجودة عندي وشاركتها جلال في مكالمة يعني كانت يمكن حوالي ساعة أو شوية عشان يقتنع ويقتنع في الأخير ما شاء الله جلال من الشخصية التحليلية اللي يدقق في كل التفاصيل بالتالي منتجاته في الطبخ وما شاء الله المأكلات اللي بيسويها أشياء يعني بإذن الله تليق بالناس اللي بيأكلوها أول ما بدأنا كان موضوع هذا كان حوالي قبل شهر ونص إلى شهرين تقريبا إحنا أصلا عبارة عن مجموعة شركة أنا وجلال إحنا اتنين وفي زوجاتنا زوجة جلال رندب عقير وزوجتي روان سنبل هم الاثنين بيساعدونا في موضوع التحضير والتقطيع قبل ما ننفع لأي مناسبة هم اللي يدفعوا المخدمة سبحان الله بالزبط فقلنا كيف نبدأ إيش الطريقة الصحة أنه إحنا نبدأ فيها شفنا الناس بيسووا الفوتراك وماشاء الله موجودين في إيفنتات موجودين في الشوارع في كل مكان فإحنا نعتبر ناس جديدين على هذه الصنعة ما إحنا قديمين فيها فقلنا شيء الأفضل نبدأ مناسبات وحفلات خاصة وإيفنت نجرب نفسنا نكسب الخبرة الكافية اللي نحن نقدر بعد كده ننزل الشارع في أي مكان ونغطي أكبر عدد ممكن فأول ما بدانوا بدانوا على العيلة أصحابنا كنا نجيبهم كل خميس نستلمهم ونأكلهم بما أنه جلال أتكر ريهان أنه أنت من الناس اللي يدققوا ودائما عندك تحليلات خاصة ودقيقة جدا في كل الأمور أبعرف المستلزمات اللي احتجتوها في عمل المشروع يعني كيف قدرت أنك أنت أنا أعرف ناس كثير زي كده يدققوا أو حريصين وأنا ممكن أتصنف من هدول الناس أعرف قديش بيتعبوا بس عشان اختاروا الشيء الصحيح اللي يتناسب مع مشروعهم قديش أخذت منك وإيش إيش سوي والله أخرت مننا فترة طويلة أصلا قبل ما نتقل في المشروع ده أنا عندي أصلا طبعا عندي شغف في الطبخ من زمان سواء كان العائلة أو الأصدقاء كل خميس أنا طبعا بأطبخ للشباب وما عرف إيش على نطاق صغير يعني ما هو شيء وحب الشيداء جدا فلما انكلمني ريان طبعا حبيت الفكرة جدا وكنت بأدور على أحد من يدخل معي مزاجك ومجالك سبحان الله ريان جاني من ربنا طبعا المنتجات اللي أنا سويها والأطباق اللي أنا سويها أشياء أنا سويها من زمان وأريد مجرب فيها كثير فعند الأدوات المعدات فمن نسمي لك هذه كانت بسيطة أو متعبت فيها كثير هذا توفيرها كانت كلها موجودة عندكم متعبتوا في توفيرها لا فيه أشياء طرينا نحن نجيب موردين استيرات لا ما هو استيرات كلها موردين محليين ممتاز ولكن في منهم ممكن بيجيبوا من بره وبينهم بيستوردوا ولكن أنا الموردين اللي بيستوردوا اللي بيجيب إنه المنتجات حقتنا كلها محلية حلو بالإضافة للنقطة عفوا إنه موردين اللي بتعامل معهم موش أي موردين موردين بيقدموا لمطاعم عالمية براند عالمية هنا موجودة في السعودية وإحنا بناخد من نفس المورد عشان نضمن الجودة يهم شيء في النهاية طب بريا خليني أسألك كان بداية مشروعكم إنكم توصلوا للفوت ترك ولكن الحين إنتوا شايفين لسه يعني بداية مشواركم كانت لكم شهر ونصف في هذا المجال حابين إنكم تتطوروا أكثر وتوصلوا لمشروع فوت ترك تقدموا فيه وتغطوا في أكبر كمية من شخصيات أو الناس فمتح حابين إنكم توصلوا لهذه الخطوة والله يعني قريبا بإذن الله يعني بإذن الله خلال الشهرين القادمة أو ثلاثة شهور بالكتير حيكون الترك بإذن الله موجودة إحنا حاليا الآن مركزين على موضوع الإفنت الإفنت لأنه بنتعرف في الإدارة يعني كل يوم إحنا إدارة المأكولات والمطاعم تعتبر حاجة صعبة صحيح فإحنا الآن بنتعلم فيها واشترينا كتب وبنقرأ وسبحان الله لقينا نفس المشال اللي إحنا بنتعلمها لما نسأل المستشارين في نفس المجال بنلاقي نفس اللي بنطبق نفس الأشيال اللي قريناها وتعلمنا فهذا الشيء بدينا حماس يعني لسه إحنا كنا في إفنت على فكرة وجيناكم على طول منه ماشاء الله يعني ماشاء الله الحمد لله حالو شي جميل جدا طب يعني بما أنه يعني الفوت تركس ما شاء الله أصبحت يعني مليانة وكل واحد يحاول يتميز بس أعرف أسألك جلالي يعني هل اللي يمييزكم لما بدأتوا في دراسة الجدوى عملتوا حاجة أنكم تساعدوا فيها أشخاص آخرين عشان تطلقوا مشاريهم من خلال مشروعكم يطلقوا هما مشاريهم هل هذا هو التمييز في مشروعكم ما هو من خلال مشروعنا إحنا بحكم أنا خبرة البسيطة في الطبخ وشغفي في الطبخ وخبرة ريان طبعا في دراسات الجدوى وفي 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 تمكننا أن نحنا نطلق الخدمة هذه نحنا بمهاراتي ومهاراته ونحنا نكون مهارة يعني تقدموا دراسات جدوى بالضبط بالضبط يعني واحدة اليوم يفتح مشروع المطاعم ما عنده مثلا ما هو عارف كيف سوى الوصفة ما هو عارف كيف سوى دراسة الجدوى فبما أنه هذه المهارات موجودة عندنا كشف ممكن يسوى وصفة ويعني أنا أدراعي دراسات الجدوى فهذه خدمة برضو بنقدمها للشباب ليش؟ إحنا اليوم طلعين شباب كلنا مع بعض في إعادة تحول للمطاعم يعني معلش حقونا مشويات حقونا المأكلات المعروفة الدبايح اللي بتقدم في عزاين هذه نوعا ما بدأت تقل ففي عادة تحول بتحصل وأنتو بتلاحظوها أكيد حبة حبة ما يعادة تحول هذا إحنا كنا شباب بننطلق مع بعض فلازم إحنا نساعد ناس ناس يجيون ساعدوني نستشير ناس ناس الجدوى بالضبط يعني جميل كثير من أصحاب المشاريلا يقولون إحنا نحب نحتفظ بخلطاتنا ودراساتنا نفسنا وما ننجح أحد غيرنا خصوصا في هذا المجال خصوصا إذا كانوا في نفس المجال يكونوا في منافسة جدا عالية بالعكس إحنا نفسنا ناس كثير ساعدونا يعني إحنا وطبعا ما إحنا مولدين علماء ولكن إحنا تعلمنا من ناس ثانين في ناس كثير ساعدونا رزاهم الله خير وعطونا وعطونا مصر الحليل مصر الحليل من الناس اللي يوقفوا معانا في البداية وصعدونا ولازم أشكروا وديروا تحية على أكيدنا طب خلينا أسألك ريان يعني كل مشروع مبتدئ يعني لازم يكون فيه تطوير كثير عشان يطلعب بشكل تصاعد فإيش اللي بنعرف يعني كيف تقدر تقيمه مشاركتكم في الفعاليات حاليا هلأ فيه رضاء للجمهور اللي بياكل من عندكم فيه تحليقات جميلة بتجيكم طيب مستمرين ولا فيه ممكن أن تضيفوا أشياء جديدة لتطوير هذا المشروع طب أول نقطة ممتاز بالنسبة لأننا نقيم نفسنا يعني صعب الواحد هو يقدر يقيم نفسه كثير يعني ما أقدر أقولك والله أنا ممتاز مرة مثلا لا أنا إيش اللي بان عندي حل الطواب ردود الأفعال في السوشال ميديا الحمد لله واضحة عندنا سولد آوت كل مرة بنطلع الحمد لله سولد آوت بننتهي غير كده الناس بدأوا يطلبون أكتر في مناسبات وحفلات خاصة اليوم كنا في جامعة إفت الأسبوع الجي يوم الجمعة في بسطة ماركت الأسبوع الجي برضو عندنا حوالي ثلاثة أربع مناسبات فكثرة المناسبات وربع بعض الناس بالتسلوب أنا وفيه تواصل كتير بيصير من خلال تحديد الإنستجرام حقنا لو كتبتوا رود بايت في الإنستجرام بيطلع لكم على طول بتشوفوا التفأ رود بايت رود بايت أوكي لها لقمة الطريق لقمة على الطريق لقمة على الطريق حلو طب أنا بغير أعرف كل الأيدي العامل سعوديين صحيح سعوديين كلهم شباب طيب حمس صراحة راد مالش أعرف إيش النطباق اللي بتقدموه طيب أنا طبعا شايف أنه ما شاء الله البيرجرز صارة في كل مكان وكل واحد بيحاول يتميز بالبيرجر حقه فأنا أنا شخصياً أحب البيرجر وأحب أسوي بيرجر من زمان أنا أسوي بيرجر فقلت كيف ممكن أنا أسوي شي أسوي بيرجرز بطريقة مختلفة ممكن تجذب الناس عندي تجذب فضولهم تشوفوا إيش المنتج هذا ويجربوه يكون منتج جودة وطعمه طيب فوصلت لفكرة البيرجر راب بدل البيرجر اللي هو يكون البن البن من فوق العيش اللي هو المعتاد بعملوا بعيشة التورتية وبيتلف بطريقة بحيث أن يطلع زين بيطلع زين نجمة حاجة كده بيسمينها بوكشة يتطبق ويطلع شكله زين نجمة إلى حد ما وينحطها للصاج ويتسخن ويصير شكله كده سموزة كبيرة ممكن ممكن سموزة كبيرة بسنة يعني حساب دفودز حساب دفودز من أشهر الحسابات في لهذا جونا مثلا على موقعنا وسموها بوكشة البوكشة سألوا الناس كنا يجونا يقولوا وادونا من البوكشة اللي أنتم بتسوى فكروا تغيروا اسم سموه بوكشة بوكشة بورجر ما تعرفه طب أبغى عرف عندي شئ المرة مهم بس البرجر اللي بتقدمه لا وفي عندنا تشيكن راب برضو معمولا بسوى الخلطة حقته والصوص حقه برضو معمول عندنا بس البرجر هو اللي بيكون رائج أكثر شي أبغى عرف بس يعني ويجب أن تكون بنظر كل شخص فيكم يعني بيشتغل في هذا المشروع كثير يعني صارت مشاريع على البرجر وصارت موجودة في كل صحيح حتى في التركات اللي مثلا بيئوا حاجة تانا يقول لك حط بورجر بورجر صح صح كيف بورجر منتج مطلوب طب إيش حتسوي عشان يعني يعني ما حسيتوا أنه أنتوا ممكن تكونوا مستهلكين للفكرة أخرى لا هو هنا إحنا بما أنه البرجر منتج مطلوب وصحا وطبق مطلوب في كل مكان كل الطبقات تأكله فما عندنا مشكلة إحنا ننزل بينه إنه عارفينه على إيه طلب وهويفر إحنا بننبي بنسوي التجارب إلى الآن كل ما إحنا بنسوي تطوير على المنتج وعندنا منتجات تانية بنطورها وبنحاول أن نحنا ننزل بها بمنتجات جديدة ولكن لسه ما نزلت طور التطوير وذي ما قالك أنه تحليلي فالمنتج ما بينزل إلا هو إحنا متأكدين منه 100% نقطة تانية عفوا إنه البرجر الحقنا مو زي أي بيرجر يعني إنتي لما تشوفيه الناس يقولوا إيش هذا ما يعرف أنه بيرجر الفكرة أنه نفس هو لحمة بيرجر صح لكن العيش جدا مختلف حدو طب بسالك ريان يعني في كثير من الشخصيات جات وجربت البرجر حقكم ومنهم الشيخ صالح كامل فيرنش حكينا عن هذا الموقف الشيخ صالح كامل جانا يوم جاء برضو معالي وزير التجارة على بسطة ماركت وحضروا هم الاثنين وأكلوا من أكلنا اللي سوينا وعجبهم جدا الكواليتي والأكل وهذا كان يعني فخر كبير لينا متاز إنه واحد ما شاء الله زي الشيخ صالح كامل أو زي معالي وزير التجارة يشيد ويحمسك بين الحضور ويعني هذي ديننا دافع كبير جدا للأمانة نحن تحمسنا ندوغ البرجر حقيقة ما تحمس طرات حياكم نحن تحمسنا ندوغ البرجر خصوصا كثير من الناس ما يحبوا البرجر اللي فيه عش كثير صح وانا منهم أنا واحد منهم أنا منهم فشي جديد وخصوصا الخلطات الجديدة حلو ثلاثة دحين منهم نطلب بوكشة لازم بورجر بوكشة في عندنا منتجات تانية لسه بنشتغل فيها بنحضرها انتهت تقريبا حوالي 85-90% تقريبا ما زالت شوارة صاح 90% أصبر أصبر وحالي تيتر تقول تبو محد دالي وحن تنزل إن شاء الله في القريب العائل إن شاء الله والله صرت أحس ترادل أننا صرنا في عصر البورجر صاروا كل الناس خلاص صاروا حتى الأطفال ما بيأكلوا إلا بورجر بعيدين عن الأشياء الصحية اللي ممكن يأكلوها كثير فما حاولتوا أنكم يتغيروا هذه الفكرة أو تغيروا هذه النظرة شوية في خلطاتكم تضيفوا أشياء صحية بورجر هلثي يعني بورجر صحي بورجر هلثي أو ممكن تضيفوا أصناف ثانيا أطفال صحية ممكن إحنا ما زال بالذات أصناف الأطفال هي أحد الأصناف اللي ما زالت تحرد تحت طور التطوير والبحث متاز لأنه أطفال كثيرة بيجونا مثلا يبغوا تشيكن ناكت يبغوا هذه أنا في نظري هذه الأشياء أنا مثلا بنتي ما أأكلها تشيكن ناكت ما أحب أأكلها تشيكن ناكت ما هو شي صحي فبحاول أطور شيء زي كده مماثل حلو الواحد يكون عنده فكرة جديدة أهم شيء يطبقوا البكشة عشان لاحد يأخذها منكم هذا أهم شيء نسجلها علامة جالية نحن موظفين كلنا أنا جلال وزوجاتنا كلنا موظفين والحمد لله رغم أنه الوقت ضيق لكن شهر ونص شهرين احنا خطينا خطوات جدا سريعة الحمد لله ونمينا بشكل كبير والله الحمد وإن شاء الله الجاي أحلب بإذن الله نحن ريان بيومي وأيضا جلال حسنين اتمنى لكم كل التوفيق شكرا لكم هذا المجال ونشكركم على تواجدكم اليوم على الساعة الشباب الله أخبركم العافية أخبركم أخبركم العافية شكرا لكم ما خلصنا حنكمل بعد الفاصل في الأخبار والسؤال في كل جديد معي أولمياء في ساعة شباب راجعين ويهلا فيكم مشاهدين من جديد وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات والذي نقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم فعلا أغرب وتحذير جديد من التحذيرات التكنولوجية واللي أعتقد حتكون تحذيرات عالمية الآن ولازم نحطها نصب عيننا نحذر الآن من شحن هواتفنا بالمطارات أو بالمنافذ أو في المنافذ العامة ليش؟ بالضبط شكرا لك لكي قلتي ليش نستناها تقول لي ليش؟ ليش؟ في أسباب كثيرة فتعرفوا أنه أول شيء خلنا أوضح لكم أنه فيه في المطارات زي البلوكات كده صغيرة عشان تشحن جوالاتكم لما يكون عندكم مصير بس تشحنوا أو حتى فيه منافذ عامة بشكل عام ممكن مو في السعودية لكن فيه دول ثانية موجودة احذروا منكم تشحنوا هذا الأمر ليش؟ لأنه قد تكون سبب في دخولهم دخول الناس اللي بيشحنوا جوالاتهم في مشاكل أمنية واجتماعية مستقبلا كيف؟ بعد ما اكتشفوا بعض الحالات اللي أثبتت أنه تم فيها سرقة بيانات المسافرين في عدة دول من هواتفهم بهذه الطريقة الذكية اللي حصلت طبعا هذا بناء على تقارير أمريكية من مسافرين شحنوا بطارياتهم من خلال هذه المنافذ وهذه المطارات أضافت برضو أنه الأجهزة أجهزة الشحن اللي تم باستخدامها بعضها للتجسس على هواتف الآخرين بإيش بيصير بالضبط بتنسخ البيانات من صور ومحادثات ومقاطع وفيديوز وأرقام ورسائل نصية كمان إضافة للبريد الإلكتروني عاد مصائب هنا لأنه فيها أرقام سرية وأيضا فور إيصال الهاتف بالشحن بيحصل هذا كله ترقائيا من غير أي مقدمات التقارير أضافت برضو أنه فيه 80% من المسافرين بيقوموا بشحن هواتفهم في المطارات والمنافذ العامة من غير ما يسألوا عن إمكانية اختراق أجهزتهم بيشيروا برضو في هذا التقرير أنه أكثر الطرق أمانا هي شحن الهاتف عن طريق الشواحن الكهربائية والأفضل الاستخدام استخدام الشاحن الخاص فيك لأنه قد يكون موجود فيه شاحن صحيح لكن برضو يسحب البيانات يعني أي شاحن كوبس لشاحن حق الجوال ممكن تستخدمه لكن إذا فيه فتحة الـ USB هذه بلاش منها لأنها كلها بتوصل ببعض صحيح طبعا صديقترا أنا صدمت أعرف أنا صدمت والله ما كنت أعرف بس بعد هذا الخبر توقع أن الجميع ينتبهوا خصوصا إذا تورطوا في الشواحن جبوا لكم الباوربانك خلوا معاكم في كل مكان خصوصا أوقات السفرات توقع يتاجوها كثير ما يكفي مدى نخلصوا ننسى نشحن ويفضل على الفاضي على الجم من جد هم من خلولوا نسى نروح لخبرنا الثاني الموجود معي اليوم دقيقة قبل الخبر الثاني إحنا دقيقة في فكرة جيدة إيش إحنا ممكن نشحن نفس الباور الباوربانك هذا إيبا نشحنه بالـ USB صح؟ يسرح لنشحن جوال منه إيبا يسرح لنشحن جوال منه إحنا موصل ذا بالجوال وموصل الباوربانك بالمناسب العامة فكلها متصلاف لا أنا حاشحن الباوربانك أول شي بس لحاله بعدين أخذه وبعدين أشحن بيجوالي فكرة فكرة كيف بالله فكرة معلوم أو غفورة موخم موخم ما شاء الله عليك نروح لخبر الثاني درس لملاكم مغرور أتوقع أنه ما رح ينسى طول حياته هذا الدرس والذي وصفه ودفع الغرور الملاكم في أثناء المعركة داخل الحلبة مع منافسه قام بأداء ركس كأنه قاعد يتظاهر كذا أنه أنت يعني من يخايف منك وانت حين هشوفه بعض أي في الفيديو فكان الرد درس قاسي جدا أتوقع ما رح ينساه طول حيات وشوفه الركسة هذا الركسة راحة طاعة واحد على رأسه نساء العالم كلها وفي نهاية فاز خير أنه بسبب استهزاء في جماعة بعد اليوم لا تستهزئوا بأحد أبدا يقولك نشرت لقطات لملاكم كان بيرقص داخل الحلبة خلال المباراة من أعنف نون القتال في العالم وما أثار غضب منافسه وركله في رأسه على طول وطبعا الملاكم قرر تقديم فقرة الرقص للجمهور بعيدا عن منافسه لكن الأخير أي المنافس انتهز هذه الفرصة وركله في رأسه بعد كده طبعا زي ما احنا شايفين سقط اللاعب المغرور على الأرض وخسر هذه المعركة في النهاية وأتوقع أنه تعلم درس جدا قاسي وما رح يستهزئ بأحد في يوم من الأيام حالو نخلي البركدانس ينفعك عموما نحن نعيش ونشوف حقيقة لا ترى معي مواهب مكمونة مكاملة مواهب كاملة سأقول لك حاجة لكل مقام المقالة على الفكرة يعني يعني إيش كان يفكر وقتها بس يستهزئ كان بيستعرم يستهزئ يستهزئ خفوز وبعدين استهزئ أي زي ما تبغى دائما العجلة من الندامة يا جماعة أي والله إذا واحد يستعجب في القرارات عموما في قرارات كثيرة إحنا بنشوفها في حياتنا بنستغرب وفي حاجات أيضا مواضيع يعني بنقول هذا معقول ولا مو معقول زي خبر اللي عندنا اليوم يقول لك الأول مرة في تاريخ البشرية سيدة تمسك قلبها بيدها الدكرة سنوايت الشريرة اللي تاخد قلب هذا ما أعرف ليش بس هذا حصل حقيقي مو في سنوايت ولا في أي مكان ثاني يقول لك أمسكت سيدة أمريكية من ولاية نيوجيرسي نجح الأطباء في عملية استئصاله ثم زرعت قلب آخر جديد مكانه ليلقي الأطباء بقلبها المريض التالف بين يديها بعد أن استفاقت من العملية الناجحة فالتقطت صورة تذكارية مع قلبها القديم في حادثة طبعا نشاهد الآن هذه الصورة غير مسبوقة بالعالم ليزا سالبرغ تخلصت أخيرا من قلبها المريض كانت تعاني منه تقريبا سمر المرضى المستعصف قلبها 36 سنة وهو ينهش في جسدها طلبت برضو ليزا من أطباء شيء واحد يقول ما تدخل على العملية أنه تحتفظ بقلبها المريض ويعني عشان وقت ما تصحم من العملية بإذن الله تتصور معه يعني هذه ما فيها استعجال في القراطي قالت لو لو نجحت العملية حاسق قلبي لا رقصت من قلبها ولا إيهاجة طبعا بمجرد ما استيقظت استلمت قلبها وكانت سعيدة زي ما احنا شايفين بتقول ليزا في نفس الخبر أنه أدهشني كثافة القلب ووزنه حيث أنه حقا تقيل جدا وأضافت هي تتحدث عن قلبها المريض اللي تم استأصاله من بين صدرها أنه كنا أصدقاء طوال 48 عام الماضية كانت هذه آخر كلمات قالتها لقلبها القديم يعني حلو المشاعر صراحة من جد من أكثر يعني الأخبار المؤثرة قريت عنها كثير وأصبحت لأول مرة وصارت لأول مرة في تاريخها البشرية أنه إنسان يمسك قلبه حقيقي يعني نعيش ونشوف في النهاية ما عرف إيش رح يصير ومعما نروح لخبري الأخير تستمر إي خلاص أنت ليش كل ما بغى أقول خبري خبري تروح تقطعني ليش أنا ما قلت شي ليش قل آسف بسرعة سرعة قبل ما قل الخبر خلاص قل آسف عنود خلاص قل آسف قل آسف قل آسف طيب لا لا على فكرة آسف أنا ما غلط طرح أنا آسف هدي عشان المتابعين طرح ما عشان شي لا عشان أنت قلت تقطعني طرح تقول ما قل خبر ما قطعت خلاص حروح أقول خبر عموما المشاهدين المنافسة تستمر بين مواقع التواصل الاجتماعي شفنا تحديثات بتصير جديدة من واتساب لسناب شات لإنستجرام لفيسبوك ولكن أخيرا واتساب أطلق ميزة جديدة تشابه جدا السناب شات واللي قرر إطلاقه أعلن واتساب بشكل رسمي عن إطلاق ميزة جديدة تشبه الموجودة في تطبيق السناب شات ميزة ميزة وليست ميزة أعتذر يا جماعة أطلق عليها اسم حالة واتساب الواتساب ستيتس اللي كلنا عارفينها طبعا تتيح الميزة جديدة لمستخدمي التطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والكتابة والرسومات والملصقات والرموز التعبيرية وغيرها مع الأصدقاء كما في سناب شات وأيضا أوضح التطبيق أنه بات في إمكان المستخدم اختيار من يشاهدها يشاركوا كل الأصدقاء أو بعضهم يعني يتحددوا وتخصصوا زي في سناب شات على أن تتاح الخدمة لجميع المستخدمين وعددهم أكثر من 1.2 مليار مستخدم على أندرويد وآي أو اس طبعا بدءا من اليوم فلا وصيكم يعني واتساب يرجع للمنافسة القوية بعدما سناب شات كان متصدر بس الواتساب لا أنا أتكلم وقت ما أبغى لا خلاص لا أنا أتكلم وقت ما أبغى وأقطع وقت ما أبغى ترى أنا جاملتك في البداية براحتي ده حين عادة بس أنا أقول لك ترى واتساب ما يتقارن بسناب شات ليه؟ لأن واتساب يعني ما في الخواصة الخطيرة اللي فيها فلاعتر ولا شيء واتساب في الأخير تواصل بالرقم يعني مو شيء أما سناب شات تحسوا يعني ما هو ما هو رسمي حتى ما تعطيه حتى اللي خاطبني في سناب شات خاطبني عشان موضوعها رشد فيه عشان مسال فمثلا تحدث فيها أو فلتر معين لكل مقام مقال صح؟ أي هو شو؟ لكل مقام مقال بالضبط لكل مقام مقال هذا اللي بيقوله بس أنه في الأخير يعني هو الواحد إحنا المستفيد في الأخير إحنا كمستفيدين لازم نفرق وفي الأول والأخير التشابهات هذه لما بنشوفها في بعض التطبيقات أوقات بنقول يعني ليش بيسول التطبيق أو ليش بيسول خلين نقول لكم الزيادات هذه دائما الواحد يفكر في الأخير الشركات تتعب وإحنا نستانس صح خلصنا يلا نطلع فاصل ومشاهدين مكملين بفقراتنا ومع آخر فقراتنا لهذا اليوم هنطلع فاصل قصير نرجع لكم بعد الفاصل يا هلا من جديد في ساعة شباب وأجمل المواهب معنا كل يوم ضيفنا أحب المجال الغنائي وتعلق فيه بشكل كبير جدا وأطلق أول أعماله الفنية سحر يا رحب الضيفنا موجود معنا اليوم الفنان مصطفى جستينية يا هلا فيك معنا يا هلا ومرحبا كيف حارك مصطفى إن شاء الله طيب هل بدأت علاقتك بالغناء من خلال المناسبات العائلية زي ما باقي الناس بيبدأوها ولا بيكون في مرحلة مختلفة أو بديت مرحلة غير الناس نفس الشيء تقريبا في العائلة ومن ثم مع الأصدقاء وبعدها الواحد حب وجاءت ثقة أكثر أنه هو يخرج للمناسبات أكبر ومشيت الأمور والحمد لله جميل طب كمان عشقك للمجال الفني كان نابع من حبك لعمالقة في الغناء يا ريت قولنا منهم أو لأي درجة أثرت فيهم بالنسبة للعمالقة العمالقة كثر جدا الوطن العربي كالسيدوم كالثوم والأستاذ محمد عبدالوهاب لكن بحكم أنه نحن في المملكة العربية السعودية تأثرنا بالمنطقة أكثر كمان بالأستاذ طلال مداح رحمة الله عليه رحمة الله والأستاذ محمد عبدو والأستاذ عبادي الجهر جميل حلو حلو طب نشرك نسمع على طول عشان طيب مرحب نضيع الوقت وما نقدر نلحق عمار كيف حالك؟ عمار الشريف مشرفنا طبعا العازف على الأور حسنا حيبدأ خلص أنتم بتفقين على الأغنية الأولى؟ إن شاء الله حتكون أغنية ما تخون الملامح للأستاذ عبادي الجهر جميل ناس موسيقى ما تخون الملامح لو يخون الكلام دامي لك في زوايا لقلبي حب كبير الغلاف عيون العاشق المستهام واضح مثل برد شقي صدر العتيم ما تخون الملامح لو يخون الكلام دامي لك في زوايا لقلبي حب كبير الغلاف عيون العاشق المستهام واضح مثل برد شقي صدر العتيم ما خشيت المعاني لو لحقني الملام ميري ما شفتي معنا في وصوفك بلي موسيقى 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 يعني مصطفى كان اسمه ما عندي إلا أندي بس أبغى أعرف مع مين كان هذا التعاون في العمل وكيف مسؤول الألحان والكلمات تعرف أول أعمال الواحد يكون يدقق عشان يظهر أفضل شي عنده صحيح صحيح بالنسبة للعمل الأول كان فيه تعاون مع الشاعر خالد الغامدي والملحن الفنان وفي نفس الوقت في مقام الأخ الأستاذ مروان فقيم والحمد لله كان طبعا بتوزيع الأستاذ منتصر محمد علي قد إيش أخذ منك عشان تنتجه؟ قريباً أربعة أشهر أربعة أشهر جميل حلو طب أسألك قرار خوض تجربة الغناء ما كان صعب بالنسبة لك خاصة في الفترة الحالية في وجود كثير من الأصوات الشابة اللي ممكن تكون منافسة لك ولا أنت ممكن يكون تميزك لأنك اخترت خط و لون غير الموجود حالياً في الساحة الفنية هو الفن واحد ما فيش لون أو خط لكن زي ما يقوله بالعكس لما يكون فيه منافسة أكتر والشباب أكتر بالعكس هذا يكون دافع أنه الواحد يحاول يقدم الفتايل الخاص به جداً والتوفيق إن شاء الله يحال في الجميع حالو طب هل ممكن تعتمد على الوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من اللازم لأنه تعرف قد إيش هي قوية جداً وممكن توصلك وممكن أوقات حتى هي على حسب كيف شخصية الشخص إذا كان عنده كاركتر معينة أو كاريزمة معينة توصل بسرعة إذا لا هو مكتفي بينزول بعض المقاطع له بس لمجرد معرفة الناس به فإيش يعتمد عليش اعتمادك في السوشال ميديا طبعاً الآن ما يخفى على الجميع أن السوشال ميديا أصبحت الممبر الأساسي لجميع من أراد أن يقدم أي ممبر الماركتينج من الآخر مهم جداً أنه السوشال ميديا فاللهم بصلي على سيدنا محمد يعني من ناحة السوقية أنا أتكلم أنت بنتنا من ناحة السوقية بس بتعتمد عليه شك هل فيه أمور أو طرق ثانية بتعتمد عليه غير السوشال ميديا لا طبعاً مثل الباقي الفنانيين السوشال ميديا جميل طب إيش راح تسمعنا مصطفى سنعكم ما عندي لينت ذكرنا سيرتها الآن نسمعها حالو هل هي حبيبانة؟ ما عندي إلا أنت أمر تدلل لو تطلب الغالي برخف عشانا أنت الوحيد اللي بالقلب تنزل ما حدم بها الدنيا بياخد مكانا ما عندي إلا أنت أمر تدلل لو تطلب الغالي برخف عشانا أنت الوحيد اللي بالقلب تنزل ما حدم بها الدنيا بياخد مكانا كل ما شوفك غير وأكثر من أول أحلى وحس الزين ما يومي خانك كل ما شوفك غير وأكثر من أول أحلى وحس الزين ما يومي خانك يلي في الزلقل لو جيت مقبل فالزط في الملهوف ده بحضانا يلي في الزلقل لو جيت مقبل فالزط في الملهوف ده بحضانا ما عندي إلا أنت أمر تدلل أمر تدلل أمر تدلل كالعافية الله عافية واضح أنه أمفروض أنك تعزف بس ما عزفت ما عزفت لأنه مش سامع أنا حسيت برضو عشان كده اللوحي لازم فوقفت عشان ما لاخبط عشانك لازم أوضح لأنه كان باين ما عزفت فجأة نعم حلو طب مصطفى خلينا أسألك بما أنك يعني فنان تغني وتعزف على العود ما فكرت بالتلحين قبل كذا ما فكرت أنك تلحن لفنانين شباب أو ممكن أعمالك القادمة تلحن تكون من تلحينك أو من كلماتك والله ممكن مستقبلان إن شاء الله يعني ممكن الواحد يكتشفى الموهب حقر التلحين هذه مع الأيام إن شاء الله بأمر الله طب أعمالك الجاية متر رح نشوف جديد لك إن شاء الله قريب أمر الله الأشور القادمة بحول الله جميل جدا نتمنى لك التوفيق ما في وقت صحيح عشان نسمع منه شيء طب جميل إحنا هنختم أن نسمع منك آخر أغنية مرحبا 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 نحن وصلنا لنهاية حلقة هذا اليوم ساعدنا بوجودكم بتعليقاتكم ومشاركاتكم إيميل البرنامج موجود وهشك ساعة شباب موجودين نعرف إيش حابين تضيفوا للبرنامج منكم ولكم دائما في الانتظار وكيد رح نشوفكم بكرة في نفس الوقت وأقول لكم بكذا فمان الله معاكم أنا لم يأغالب معاكم طرات سندي نلقاكم على خير بكرة إن شاء الله على آخر أسبوع فمان الله مع السلامة شكرا 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 يا مليح الحلاء وحلوة تثني وجميلا وجميلا جماله قد فتني بالصفاها بالوفاة في ليلة أنس كنت فيها من غير وعد تذرني ظالم ولكن في القلب لسهوى ظالم ولكن في القلب لسهوى كم قلت بك ريح ألقى يزيد في جفا ينسى الهوى ينسى قولوا له ليه ينسى ينسى الهوى